بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحفظ يا أستاذي سورة الإخلاص وأفهم الكثير من معانيها ولكن لا أعرف ما معنى الصمد الصمد يا بني اسم من أسماء الله تعالى معناه أنه تعالى هو المستغني عن كل أحد وفي نفس الوقت المحتاج إليه كل أحد هو الغني عن الناس لكن الناس لا يستغنون عنه يلجأون إليه في كل حوائجهم يطلبون منه العون والمساعدة لأنه القادر على تحقيقها الآن فهمت يا أستاذي سورة الإخلاص بكاملها بشكل أجمل وأحسن كما أنني أعرف يا أستاذي معنى ولم يكن له كفوا أحد أي لم يكافئه ولم يماثله أحد ليس كمثله شيء نعم أحسنتم يا بني ولا تتردد في السؤال حول معنى أي كلمة في القرآن لا تعرف معنى أحسنتم يا أستاذي سورة الإخلاص بكاملها ترجمة نانسي قنقر